بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم لا أخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفاء ألا إنهم هم السفاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أخلهم كمثل الذي استوقى دمارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكفرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كل ما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أضرم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من التمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تلمون وإن كنكم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بشورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودوا الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما لو جنات تجري من تحدي على نهار كل ما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها قالوا هم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون أهدى الله من بعد ميتاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويصدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تغفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم لسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال يا آدم أنبئون بأسماءهم أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تبتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليت أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سخن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا نهبطوا بعضكم لبعض عادوا ولكم في الأرض مشتقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا نهبطوا منها جميعا فإما ياتي أنكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم احزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خارجون يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوه بعهدي وأوفوه بعهدي أووف بعهدكم وإيا يفرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشكروا بآياتي ثمنا قليلا وإيا يفتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون وأستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأما هم إلي راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلت لكم على العالمين أتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم منا لفرعون سرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتموا العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عصونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتموا أنفسكم باتقاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون أظلنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم الممى والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أن يغفر لكم خطواياكم وسنفيد المحسنين فابدل الذين ظلموا قولا غير الذي يقيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبس الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءه بغضب من الله ذلك لأنهم كانوا ويكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والمصار والصابين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلوموا أدرهم 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 عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحذرون أدرهم 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 بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أجعل ما مكالا لما بين يديها وما خلفها ومغعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسق الحر مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق أذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قاتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تبتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قاست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه لنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقدوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحادوكم به ليحادوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أباني وإن هم إلا يهنون أولا يعلمون أولا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قولا اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميتاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميساقكم لا تسركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون أم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإن ياتوكم أسارات فاذوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتوا منون ببعض الكتاب وتجفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون قال قد آتينا موسى الكتاب وقصفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأجدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفريقا كذبتم وفريقا فقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعمهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل استفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بيسا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغينا ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أباؤه بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويبقون قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويبقرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذته العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميساقكم ورفنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا فأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل في سمايا أمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أسركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله مصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله حدو للكفرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوقل ما عاهدوا عهدا مبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون قلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب لاروت وماروت وما يعلمان من حاج حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حاج إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيت ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما سوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا من للكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتصت برحمتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها مات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بليمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تمنون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودن نصاره تلك أماليهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه أله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم إحزنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن الظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسأفي خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خيزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم أقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له مقانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَافِينَ آيَهِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تشافت قلوبهم قَدْ بِيَنْ مَا لَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا المصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يترونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل الكروه نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصروا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين قال 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 إبراهيم رب جعل هذا بلد مامنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال 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 ربنا واجعلنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال وأرنا وأرنا مناسكنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعسيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأصوا بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيؤون من ربهم وما أوتي النبيؤون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن حسن من الله صبغة ونحن له عابدون قول سحادوا لنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وكانوا هودا ونصارا قول أنتم أعلم أم الله ومن الظلم من من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسط تسألون لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد وحيث وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت تظل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ليلا يكون للناس عليكم حجة ليلا يكون للناس عليكم حجة للا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم أرسلوا آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 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 إما لله وإما إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدو من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبجنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبت فيها وبت فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسداب وقال الذين اتبعوا لأن لنا فرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها ما تكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يتبع إلا دعاء ونداء صمم بكم العظيم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم والحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما نتطر غير باغ ولا عاد فلا إثم علي إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتروا نبي ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدو والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نسل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والمبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت التجاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصات في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ولنتا فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء أكون إليه بإحسان ذلك تخطيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي للباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصجة للوالدين والقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم أمن خاف من موص جنفا وثما فأصلح بينهم فلا إتم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون أياما معدودات إن الله غفور رحيم أمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم اشتهرف ليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر وليتكملوا العدة وليتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفز إلى نفائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم أعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفتكم فتاب عليكم وعفا عنكم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا اشربوا حتى يتبجنناكم الخيط لبيض من الخيط لسود من الفاجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنتات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقوا وهاتوا البيوت من بوابها اتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ساقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم جذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عزوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففدية من صياب أو صدقة لو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا راجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموه أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات أمن فرض فيهم الحج فلا رفة ولا كسوق ولا جدال في الحج وما تسعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير استاذ التقوى واتقون يا أولي للباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما ديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم كذكركم آباء كموء وشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم مصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعدل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن اتقوا واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى تعف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإتم فحسبه جهنم ولبيت المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أما الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام قل ملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر سالبني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويدخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ثم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والقربين أو اليتاب والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأتا أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يلم وأنتم لا كلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة الأكبر من القوت ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إذ استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت عمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إما الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس وإعطوا ما أكبر من نفعهما وإسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وإسألونك عن اليتاب قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصرح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياتي للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قلوا أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرض لكم فاتوا حفكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيماركم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله ثميع عليم فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهم أن يكتم لما خلق الله في أرحمهن إن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف لو تسريهم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهم شيئا إلا أن يخاف إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به للك حدود الله فلا تتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله رزقا وادكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهم أن ينكحن أزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك مؤكرا لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرد أن أولادهم حول الكاملين لمن أراد أن يتم الرضاة وعلى المولود له رزقهم وكسوتهم بالمعروف لا تكلف نفس الله سعهاهم لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وأعلموا وأم الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويأرون أدواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون خطير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسائية وكننتم في أنفسكم أعلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توائجوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجره وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وأعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهم ما لم تمسوهم أو تفرضوا لهم فريضة ومتعوهم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متى بالمعروف حقنا للمحسنين حقنا للمحسنين حقنا للمحسنين ما فرضتم إلا أن يعفوهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تكون أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بطير حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قابتين فإن خلتم فرجالنا وركبانا أئذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتغفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم قال المطوقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تعقلون الفرعين الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوك حذر الموت فقال لهم الله أقال لهم الله موتوا دم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من فالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم طر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيئ لهم إذ قالوا لنبيئ لهم أبعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله قالوا령 قالوا لعشيتموا إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا ألما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واجع عليم وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ونطملوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده ما شربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أمراك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا ربنا أفرض علينا صبرا وسبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وغتلداه ججالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء قالوا لا رفاع الله إنا فبعضهم ببعض لا فسدت إلى ولكن الله عزو فضل على الحالمين تلك آيات الله نتوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسول فضلنا دعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع دعضهم درجات وآتنا عيسى بنا مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إحلام ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حظهما وهو العلي العظيم لا إجراه في الدين قد تبين الرشد من الغير فمن يكفر بالطاوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة وصولا في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار ينفيها قالدون ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أماتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرط فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خواوية على أروشها قال أنه يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام قال كم لبست مئة عام قال كم لبست مئة عام أنظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكشوها لحما ألما ترين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بنا ولكن ليطمئن قلبي قال 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 لبست أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن تجأ قال ثم اجعل على كل جبل منهن تجأ ثم ادعوهن ياتين تسيق قال واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة نابل قال لكل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله وافع عليم قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا مما ولا أذى لهم أدروا عند ربهم لهم أدروا عند ربهم ولا خرف عليهم ولا هم إحزنون قول معروف ومغفرات خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذلك الذي ينفق ماله فالذي ينفق ماله رئاء الماس ولا يؤمن بالله اليوم الآخر قبله كمثل صقوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صدق لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله عولى يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بطراء مرضاعة الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة صابها وابل فآتتك لها ضعفين فآتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أريد أحدكم أن تكون له جنة من مخيل وأعنام تجري تجري من تحتها لمهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله زرية وله زرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وألموا أن الله غري حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولونا الباب وما أنفقتم من نفقتم ونذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هدوهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقه من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقه من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيما هم لا يسهلون وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهر سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم إحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا كمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نتيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فازنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرق فنظرة إلى ميسورة وأنت صدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توسى كل نص ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تزاينتم بذين إلى أجر مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه حق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رسولين فردن وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يابس هداء إذا ما دعو ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقطط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم تناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد فإن سألوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله الله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعض انفر ود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تمنون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله فيغذر لمن يشاء فيغذر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفر عنك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نصن الله اسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حدنا اشتركوا في القناة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر